ينزم علينا ضيفانة من موسكو بسام البني الكاتب والبحث السياسي ومن كيب الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجنل دراسات الاستراتيجية أبدأ معك سيد سعيد بداية ما حقيقة ما يجي على الأرض في سوليدار في ضوء أن القوات الأوكرانية أو الجيش الأوكراني ينفي سيطرة قوات فاغنر على سوليدار مساء الخير لك والجميع المشاهدين طبعا استطاعت القوات الروسية الدخول إلى مدينة سوليدار أو بلدة سوليدار بالأحرى في شرق أوكرانيا ولكن لم تسيطر عليها بشكل كامل حتى الآن حيث تدور معارك شوارع داخل المدينة في وسط المدينة وذلك حسب العديد من المصادر بما فيها الروسية وحسب التصريح حتى بريغورجين قائد ميليشيا فاغنر التي تساهم بشكل فعال بهذه العمليات الهجومية ضد سوليدار وباحمود وقد أعلنت منذ قليل نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن المعارك صعبة في داخل المدينة ولكن لم يتم تتم السيطرة الروسية على المدينة ولن يسمحوا لهم بالسيطرة عليها بشكل كامل وعلى الرغم من أنهم قاموا باستخدام العديد من القوات إلى المدينة ومنذ يومين تم الإعلان من مصادر خاصة أن القوات الروسية قد أرسلت إلى المدينة نحو أربع أو خمس كتائب حوالي ألفين جندي من القوات الخاصة عادية التدريب للمساهمة بالعمليات الهجومية على المدينة ولكن بجميع الأحوال هنا يجب الحديث عن أنه لا يوجد هناك أهمية استراتيجية على سير المعارك في شرق أوكرانيا في حال استحتلت القوات الروسية هذه المدينة حيث أنها البعيدة عن خطوط الإمداد التي تصل إلى مدينة باكموت وأيضا نحو الشمال في تلك المنطقة بعيدة عن الخطوط لذلك لم يكن لها أي أهمية استراتيجية كما ذكر وهذه نقطة مهمة سأناقشها مع سيد بسام ولكن قبل أن نقش هذه النقطة سيد بسام تدار بقوات فاغنر تعلن سيطرة المجموعة على سوليدار بينما الكريمليل يدعو إلى عدم التصرع في الإعلان عن الانتصار ما الذي نفهمه من هذين التصريحين؟ نفهم أن الكريمليل متريس لأن الروس بحاجة وعطش شديد إلى امتصار معنوي فإذا ما أعلنت فاغنر أنها سيطرت على المدينة وهناك اشتباكات داخلها واضطرت بعدها للخروج هذا سيكون المفعول عكسي عدم الانتصار الفعلي في سوليدار يعني أنه سيعطي مفعول عكسي بعكس ما تريد روسيا روسيا تريد نصر معنوي ولذلك تريد التأكد مئة بالمئة من أن المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية من جهة ومن جهة أخرى تريد أن تحصر الإعلان عن تحرير مدن معينة أو بلدات معينة محصور في وزارة الدفاع وليس على لسان قائد فاغنر أو قائد قوات الشيشانية أو غيرها العاملة على مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا فهناك جيش فيدرالي تعمل تحت إدارة هذه المجموعات سواء فاغنر أو القوات الشيشانية وتريد أن يكون الأمر محصور بوزارة الدفاع تسرع بريغوجين البارحة وإعلانه عن تحرير سوليدار وأنه لم تشارك أي قوات غير قوات فاغنر في هذا الهجوم وأن هناك معارك داخل المدينة في وسطها وتم محاصرة القوات الأوكرانية هناك وأنه اليوم سيعلن عن عدد الأسرة وأنه تم أعطائه حتى الساعة 0-12 مهل أخيرا للاستسلام كل هذا يعني أن بريغوجين يريد أن ينسب النصر إلى نفسه وحده وهناك تنافس بين القوات الشيشانية وقوات فاغنر من يقدم للحكومة الفيدرالية والجيش الفيدرالي خدمات أكبر من أجل أن يعزز مواقعه ضمن هذه القوات ما رأيك دكتور سعيد ما يجري اليوم في سوليدار قلت بأنه ليس له أهمية هذا يقضنا إلى سؤال أين يمكن لهذه الحرب أن تنتهي يعني الأهداف تتغير بالنسبة للجانب الروسي في كل فترة أو مرحلة من المراحل اليوم سوليدار باخموت برأيك أين يمكن أن تقف هذه المعركة؟ طبعا هنا يجب الإشارة أنه في الأيام الأولى من هذه الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا كان يرسم الحديث عن احتلال كل أوكرانيا وتغيير النظام ومحاربة النازية أو ما يسمى بالنازية في أوكرانيا وغيرها من الأهداف التي أعلن عنها النظام الروسي واليوم يعني عمليا يتغنون بالنجاح باحتلال قرية صغيرة بلدة صغيرة في شرق أوكرانيا بدون أن يكون لها أي أهمية استراتيجية فيها العملية العسكرية كما يسميها النظام الروسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهم هذا يعني أن الجانب الروسي يعاني بشكل كبير ولكنه قادر على استهداف البنية التحتية في كييف سيتساعده مناطق مختلفة أوكرانية حتى وإن كان النصر بالنسبة للجانب الروسي يمشي بخطة بطيئة ولكنه اليوم يستهدف محطات كثيرة بنا تحتية ينهك الجيش الأوكراني أيضا طبعا الجيش الروسي يجب أن لا ننسى أنه كان يصنف الجيش الثاني في العالم من ناحية القوة والعتاد والتادات ولكن وهو ما زال قادر على إلحاق الضرر بالبنية التحتية الأوكرانية والمدنية والعسكرية وغيرها عبر استهداف الصاروخي المكثب ولكنه لا يستطيع عبر هذه العمليات الاستهداف الصاروخي أن يقوم باحتلال الدولة يمكن أن يحلح الحاق الدمار ونتيجة هذا سوف تزداد الكراهية والتصميم الشعب الأوكراني على تحرير جميع الأراضي الأوكرانية وعدم الرضوخ والخضوع للاحتلال الروسي لذلك نجد أن منذ عمليا بدء استهداف البنية التحتية زاد عدد أو نسبة المواطنين الأوكران الذين يؤيدون استمرار الحرب حتى تحرير جميع الأراضي المحتلة بما فيها شبه جزيرة القرم زادت هذه النسبة إلى 53% من أحيان الأوكرانية وضحت هذه النقطة أنتقل إلى سيد بسام في موسكو سيد بسام دكتور سعيد قال بأنه ليس هناك أهمية استراتيجية من السيطرة على قرية صغيرة على سوليدار ما رأيك؟ يعني بكل تأكيد قرية صغيرة مثل سوليدار لا تشكل هذه الأهمية العسكرية الكبيرة استراتيجيا ولكن دعيني أذكر أن روسيا استضمت في خط دفاعي على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية يعني هناك معركة تقليدية على غرار الحروب العالمية فقد حول النات وأوكرانيا إلى أو خط الجبهة إلى يعني خنادق اسمنتية مسلحة قوية للغاية وتقليدية مما جعل الروسيا عيدون انتشار قواتهم من خرسون والرجوع ونصب خطوط دفاعية أيضا على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية اليوم هناك عملية استنزاف بين الطرفين وروسيا تضرب بقوة هناك حصار على باخموت أهمية سوليدار هي في أنها تفتح الطريق أمام القوات الروسية إلى باخموت التي باتت شبه محاصرة حسب بعض الروايات أنا لا أعلم الحقيقة ففي الحرب أول ما يموت هو الحقيقة ولكن هناك روايات عن أن باخموت بدأت محاصرة إذا ما سقطت باخموت في يد الروس هذا يعني أن القوات الروسية تستطيع أن تدخل إلى قلف القوات الأوكريانية وتحاصرها في مناطق أخرى ويعني أننا أمام كسر لخط الدفاع التقليدي من الخنادر سيد بسام أسألك نفس السؤال الذي طرحته على دكتور سعيد ما الهدف الروسي من التوسع في هذه المناطق متى يمكن أن يكون هناك هدف أخير ما هي النقطة الأخيرة التي يمكن للجيش الروسي التوقف عندها ونقول لهذه المعاركة انتهت يعني أنا لم أعلم أن النازيون في ألمانيا هم من قاموا بنزع النازية وإعادة التأهيل فبرأي إعلان نزع النازية ونزع السلاح من أوكرانيا يعني في نهاية المطاف تغيير الحكم في أوكرانيا من أجل أن يأتي حكم جديد ويطهر هذه البلاد من النازيين الجدد ومن المتطرفين وعدم جعل أوكرانيا حربة في خاصلة روسيا بيد الناتو هذه النقطة النقطة الأخرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة معروفة وواضحة يعني لا يمكن لروسيا التراجع إلا عند تحقيقها وهي نزع السلاح يادية أوكرانيا نزع النازية إلى آخره دعيني أقول لك أن الحرب بدأت تأخذ منحة آخر كما انتهيت في مداخلتي قبل سؤالك حول موضوع أن روسيا ستخترق قط الدفاع التقليدي الكلاسيكي الذي بناه الناتو للقوات الأوكرانية وباعتراف مستشار وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مكروغير قال أننا نحن في أوكرانيا على مدى 7-8 سنوات كنا قد بنينا قوة من 600 ألف جندي أوكراني لمهاجمة روسيا من الشرق هذا اعتراف واضح وصريح ولذلك قامت روسيا بهذه العملية العسكرية إذن هناك حرب بين الناتو وروسيا وبالوكالة يقوم القوات الأوكرانية أو البشر الأوكرانيين علف للمدافع كما يسمونهم بدفع هذه الجزية أضف إلى ذلك أن هناك مرتزقة بولونيين بدأوا يظهرون على الساحة أو قد يكونوا وحدات عسكرية نظامية تحت العلم الأوكراني تحارب باسم مرتزقة ضد روسيا هناك الأسلحة والمخابرات والاستخبارات الفضائية وصور الأقمار الصناعية والأسلحة الغربية كلها يتم تزويد أوكرانيا بها كيف سنخرج من المعضلية؟ هناك حلان أما أن ترفع روسيا السقف وتهدد الناتو بشكل مباشر إذا ما قام بتزويد أوكرانيا والإعلان عن أنها ستستهدف هذه الأسلحة داخل أراضي الناتو وعندها يكون هناك أحد أمرا أما أن يرتدع الناتو وإما أن يصعد وإذا ما صعد هناك حفظ النووي وإذا ما ارتدع ستخسر أوكرانيا شكرا لك بصام البني كنت معنا من موسكو شكرا أيضا لسعيد سلام دكتور سعيد كنت معنا من كييف مدير مركز برجان للدراسات الاستراتيجية شكرا لكم